تسجل موسكو موقفها من الحرب في غزة على ما يبدو وتحاول اللعب على الحبلين بعد تعزيز وجودها على خط التماس الفاصل بين سوريا وإسرائيل فتوقيت انفجار الوضع في غزة يسمح لها بالاستثمار في الأزمة كجزء من سياسة المناكفة للولايات المتحدة والحفاظ على علاقتها مع تل أبيب على أقل تقدير مصادر محلية قالت ان روسيا أنشأت نقطة مراقبة جديدة جنوب غربي سوريا في منطقة السهول الغربية لبئر العجم في الريف الغربي لمحافظة القنيطرة المتاخمة لمرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل ليرتفع عدد نقاطها العسكرية في المنطقة إلى عشر نقاط منذ بداية العام الجاري ورغم أن قيادة القوات الروسية في سوريا كانت قد دشنت قبل فترة عدد من النقاط لشرطتها العسكرية في المنطقة مبررة تعزز قواتها بتنامي الاستفزازات المتزايدة في المنطقة المنزوعة السلاح ومراقبة قرار وقف إطلاق النار فإنها ليست إلا حكما ووسيطا بين الأطراف كما تريد أن تقول التحركات الروسية الجديدة في سوريا إن صح التعبير قد لا تخرج عن إطار الإصطفاف الدولي فهي المتحكم في صنع القرار واللاعب الرئيس في معادلة الصراع فحبل الود بين موسكو وتل أبيب قد ينقطع والعلاقة المحسوبة والمتوازنة والمسؤولة بين البلدين قد تنحدر مع زيادة التوتر على الحدود السورية واستمرار الغارات الإسرائيلية المتواصلة على النظام